موسيقى حياك الله أخوي ومانع الله يحييك ماذا حالك سكتين الحمد لله سامحنا عادة درب طويل ما عليك تعبناك شوي لا ما عليك لاتحاتي شو مورك لبخيرك الحمد لله نورنا اليوم خبرنا من ومانع نور نورك مانع عبد صمد المعيني كاتب إماراتي وصاحب وكيل أدبي الكلمة هاي اللي أنا أعرف أكثر عنها شوي وكيل أدبي نعم بس ما شان الله عليك كتاباتك يعني اللي ذكرتلي جزء من الكتب اللي انت ذكرت طبعا انت ما شاء الله مقالف كتاب الخدمة الوطنية نعم صحيح وتقريبا كم سبع كتب ما الفنها انت سبع سبعة والخدمة الوطنية له حكاية الميدان الكتاب الثامن أوكي قبل ما يعني اتكلم عن الكتب شو يعني وكيل أدبي الوكيل الأدبي خلنا نقول بشرح مبسط حلقة الوصل بين الكاتب والناشر حلقة الوصل بين الكاتب بين الكاتب والناشر نعم صحيح أوكي يعني شو شو دورة بعد أكثر المتفصيل بشرح مفصل الوكيل الأدبي هو اللي يقوم بمراجعة المادة الأدبية للكاتب أوكي بمعنى خلنا نقول يوجه الكاتب وأكثر شيء مع الكتاب المبتدئين نحن بديناه نحن في الإمارات نوجه الكاتب لاختيار الدار النشر المناسبة ومراجعة المادة العدبية من ناحية الخواصة الفنية من ناحية بناء الرواية الزمان والمكان جميع الأمور هذه ونتأكد مثلا إذا كانت في معلومات نتأكد منها آه يتأكد من المعلومات بعد نعم من صحة المعلومات إذا كانت معلومات تاريخية معلومات طبية معلومات اقتصادية سياسية شو ما كانت نحاول نتأكد منها خاصة إذا كانت رواية واقعية ومن بعدها نعطي النصايح للكاتب على أساس أنه يقوم بالتعديل عليها ومن أن نشوف أنها مناسبة للنشر هنا نبدأ نبحث له عن دار نشر تهتم بنشر المادة العدبية ليش أقول دار نشر تهتم بنشر المادة العدبية لأن مثلا على سبيل المثال في دور نشر عندها خط نشر معين تقبل نشر روايات في دور أخرى تقبل نشر مثلا نصوص وما إلى ذلك فعندنا دور نشر مختصة بنشر مواد أدبية معينة أو أصناف أدبية معينة فنحن دورنا تسهيل الموضوع هذا خلاص أنا عارف دار النشر الفلانية شو من مواد أدبية تحتاج أقوم أطرشلها وتعامل معاها ومن بعد ما يقبلون المادة الأدبية يوقع الكاتب العقد معاه وما إلى ذلك ويتمنشر المادة الأدبية نحن سولية كبيرة ها؟ يعني ما بوظيفة سهلة حالي ما بشغلة سهلة لا شغلة متعبة جدا وتحدياتها كثيرة بصراحة خاصة يعني مثلا اليوم أنت ما عندك الوعي هذا في المجال عن الوكيل الأدبي فكانوا يتواصلون معايا ناس لازم أذكر هذا الموضوع أنه فيه ناس كانوا يتواصلون معايا أنت الشخص اللي تساعد الكتاب طيب شو مسمي أو أنا منوء أكون أو شو أمثل هل أنت دار نشر هل أنت نعم صحيح فهم يعني الناس اللي مثلا يواصلونهم أن يتواصلون معايا وما بعارفين أنا شو مهمتي ولا شو أسوي أو شو دوري فكانت المعاناة الأولى اللي هي نشر الوعي في المجتمع عننا وما أتكلم عن الوسط الأدبي الوسط الأدبي بكل تأكيد عارفين شو يعني الوكيل الأدبي ومهامه وما إلى ذلك لأنه موجود في دول العالم الغربي من آلاف السنين يمكن بعد لكن اللي خارج نطاق الوسط الأدبي هم اللي محتاجين التثقيف والتوعية وما إلى ذلك فكنت أحاول أسعى كثر ما أقدر في مقابلات أطلع فيها سواء مقابلات تلفزيونية أو إذاعية وحتى مقابلات صحفية وكنت أحاول أني مثلا أقدم فعاليات بس على أساس أني أنا أوصل الفكرة للناس للمجتمع لكن يعني بعدها ما وصلت بعدها الفكرة ما وصلت ما وصلت صحي نعم بس لو تقرب بالمايك شوية لأن الصوت ما يكون واضح ساعة أوكي صامح فدور مهم جدا زين أنا حينها الوكيل الأدبي هذا نوع ما عرفنا دوره يعني كأنه في النص وحلقة الوصل متما تفضلت بين دار النشر وبين الكاتب حيني بسألنا عن مانع الكاتب نعم شو اللي دخلك هالمجال شو اللي خلاك تكتب شوف يوم كنا في المدرسة أوكي أتذكر مستحيل أنسى أن معظمنا ما كان يحب حصة التعبير بلضبط أنا عشان تي أسألك ترى أنا كن قلة قليلا من الناس اللي يحبون حصة التعبير أنا كنت أحشق حصة التعبير كنت أعشق حصة التعبير وكنت أكتب وعبر لدرجة أنه إذا ما خفضني يمكن في المراحل الدراسية المتأخرة يعني في الثانوية كان يدرسني مدرس وهو في نفس الوقت شاعر كنت أتحدى يعني أسير أكتب نثر نصوص نثرية ولا شيء وأقول لهذا الشعر فيقرأ زين ويعطيني راية يقول لي لا هذا مش شعر هذا نثر أقول له لا فكنت أعاشي نفس ما تقوله شيء وكان يعني يسوي لي سابورت من هالناحية فأقبها تقريبا وهو كان يدرس لغة عربية وكان يدرس لغة عربية هذا نحن نتكلم عن أيام المدارس في ذاك الوقت كانت المنتديات تقريبا توها طالعة منتشرة فشوي شوي يعني خذت إيدي على الكتابة مثلا أكتب مواضيع معينة مقالات ومنها الأمور ومنها النثر النصوص الأدبية النثرية وكنت أجرب يعني نفس ما تقول كانت يعني تجارب ألين تقريبا بعد ما خلصت دراستي في 2014 يعني خلصت الماجستير ماذا تخصصك؟ تخصصي في الأبداع وإدارة التغيير نعم فذاك الوقت كان عندي وقت فراغ المساء لأنني بديت خلنا نقول مسيرتي المهنية وفي نفس الوقت مسيرتي الدراسية مع بعض متلازمين يعني الصبح أداوم والمساء أدرس في يومي كان يعني فل فبعد ما خلصت الدراسة فترة المساء كان عندي فراغ كبير ما بعارف شو أسوي فيه وفكنت أسير يعني مثلا أحاولني مثلا أحضر دورات تدريبية ونت من نوع اليوم أخي شغال نعم أحضر دورات تدريبية كنت أحاول نفس ما تقول أثقف عمري أسير النادي مثلا الجم أو من هالأمور فأنا واحد من الشباب قال لي ما أنا شو رايك أسوي لك مدونة وتكتب في هالمقالات اللي تباهها قلتلى لا أبى وقال لي يعني شو السالبة åt pong أبى ما أبى يعني ما ما بين ألتزم ما بينcan عندي التزام مثلا أتم أكتبه ما عرف حدا يترياني مثلا أنزل مقال أو شي هل أخوف يعني من الالتزام وإلا تخوف من النقّد شو اللي كان يخوف أنك يعني؟ owany كان تخوف من كل شيء جديد اه يعني مشكلة لنا نخاف من المجهول將 often اه اه صح فاااااااا volunteer فعقبها يزاهر الله خير صار جهز للمدونة من دول اللي يشاورني مع الدومين وكل هالأمور وقلت فضل يا مانع هاي المدونة جاهزة يعني انحطيت جدا من أمر الواقع حانهني في هالفترة مانع ما ألف ولا كتاب بس مجرد عنده اهتمام ويكتم وربع هذي القراب منه شافوا لاحظوا هالشي أوكي وشوى لك المدونة نعم وجهز لك الدومين جهز لك هالشي الاشكالية كانت يعني اني أنا لغتي العربية ما بقولك كانت ركيكة لكن كانت بسيطة كاستخدام مفردات نعم وهذا مش قصورا مني لا هذا لأنه نحن ندرس ونداوم وكل تعاملاتنا باللغة الإنجليزية أحسنت فهمت علي فالبداية عندي كانت صعبة يوم كنت خلاص أكتب المقالات كنت أعاني من صعوبة في صياغة الجمل والاختيار المفردات لكن تغلبت على هذه الصعوبة بطريقة سهلة جدا التي كانت الممارسة الدائمة في الكتابة صدق مانع هل التحدي هذا عندي هنا يعني فيه وايد من الأمور مثل ما أنت تفضلت أنت شرحت الموضوع بطريقة رائعة جدا نحن ندرس ويزاهم الله خير مدرسين ما قصر وبالأخص في مرحلة المدرسة يعني والدراسة لكن بعدين أنت عقب ما تخلص الجامعة طبعا مرحب في الجامعة أنا يدرس كله بالإنجليزي في الكلية صحيح بعدين يوم تدخل أنت دارت الدوام والشغل كل شيء بالإنجليزي صح كل شيء بالإنجليزي فأنا ساعات أواجه لين اليوم عندي موضوع أنه في بعض المصطلحات في رأسي ما حرف أقولها بالعربي فأنا مثلا وأنا أسأل فحين أرمز أحاول أفكرة أقول شو شو الكلمة هاي كيف تنقال صح يعني المفردات اللي في رأسي باللغة الإنجليزية أكثر من المفردات اللي في رأسي من اللغة العربية فساعات في صياغ الكلام مثلا شيء أنا أتكلم أعلم كلمة بالإنجليزي أعرف أنه غلط صح أو غلط الأفضل أنه عندما أتكلم عربي أتكلم عربي أتكلم عربي أتكلم عربي أتكلم عربي لكن مع ذلك ما زلت أنا أسوي هذا الخطأ وأعتقد الممارسة مثل ما تتفضلت نحن أحد أسباب البودكاست وفكرتنا نحن داريشون بودكاست يا محمد نحن في البداية ذكرنا هذه السلفة أكثر عن مرة ولكن هدفنا الرئيسي هو نشر محتوى بالعربي مهم جدا بودكاست بالعربي اليوم أنا الحين لو أصبح أدور بالإنجليزي وأكتب أنا حاب أكون كاتب أو أرى الدروس المستفادة من الذي يشتغل في هذا المجال إذا أكتب بالإنجليزي مليون بودكاست بيطلع لكن لكن أكتب بالعربي ماشي أنت بس قاعد تتكلم عن البودكاست أنا قاعد أتكلم عن مصادر بعض الأحيان يوم أنا مثلا في واحدة من الروايات يوم كنت أكتبها عن الموت الرحيم ما حصلت مصادر خلني أقول لك غنية باللغة العربية اضطريت أني أنا أبحث باللغة الإنجليزية وحتى مقابلات باللغة العربية ماشي ما تحصل أبدا فمحتوان للأسوى الشديد باللغة العربية يعني ضعيف جدا وهذا كصور منه ومن اللغة اللغة العربية اللغة ثرية بالمفردات بالمعاني لغة القرآن هذا الشي رح يسد لكن هذا كصور منه نزين إذا برد حين على اللي تفضلت فبديت أنت تنمي عندك المفردات بالممارسة أوكي ممتاز ممتاز فبعدها صارت نفس ما تقول كنت خلص يعني ناوي أبنشر كتاب أوكي خلصت المادة الأدبية وسرت عرضتها على دار نشر يعني وهذا الكتاب ما نشرته كنتم سولنا عبارة عن مجموعة قصصية كنتم سمنها مستحيل أن أنسأ اسمه لأنه كان أول كتاب يعني كنت أبنشره كنتم سمنها محكمة محكمة أوكي ف يوم صرت عند صاحب دار نشر قلت معه قرأ للمجموعة القصصية عجوة جدا بس كان يبقى بعض التعديلات لكن يوم طلعت من عنده حسيت أنه لا مبهذا اللي أبنشره أنت نعم ف صرت على ما يقولون كرست عمري ثلاث أيام وربعة متتالية أني أنا أكتب عبارة عن خلنا نقول رواية قصيرة رواية قصيرة ما تتعدى كلماتها 17 ألف كلمة خلال ثلاث أيام أنجزت كتابة الرواية هذه متتالية طبعا ناهيك عن أن عقب مثلا أراجع ورتب وسوي ومن هالأمور لكن نجاز الرواية كانت في ثلاث أيام هذا بحد ذاته تحدي كبير أي رواية هذه رحينا هذه أول رواية محكمة محكمة لا محكمة 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 شيء في داخل قال ما بأ إن شاء الله خليت أعطارها اشتغلت على رواية ثانية نعم بدأت أكتب رواية جديدة بعنوان ماريا كريستوفر خلال ثلاث أيام هذا يعني إنجاز عظيم جدا يعني اليوم إذا تطلب مني أني أنا أكتب رواية عدد كلماتها عشرة آلاف كلمة في خمسة أيام بقول لك مستحيل جدا ليش؟ لأنه صار عندي وعي أكثر صار عندي جوانب فضول أكثر صار عندي اهتمام أكبر من ناحية ترتيب الزمان والمكان ومن ناحية الشخصيات من ناحية جميع الخواص الفنية صار عندي نفس ما تقول اهتمام أكثر أني أنا أبدع في تفاصيلها فأنت الخبرة هاي اللي اكتسبتها صاعبة من موضوع كتابك كتاباتك نعم أكيد نعم فاليوم يعني قد يأخذ بعض الأحيان قد يأخذ مأخذ على الكاتب أنه يقول خلال ثلاثة يام أنت علفت كتاب ما معناته؟ معنات أنت يلست وكتبت ما كان فهذا هو لكن اليوم أنا إذا أتكلم خلال خمسة أيام أو عشرة أيام ألفت رواية بعد يأخذ هذا المأخذ فهمت لي؟ بس محاولة ما فكرت فيها نتيب هذه الطريقة لأن بالعادة الطبيعي شخص ينامي عنده خبرة تكون عنده خبرة ودراية كيف يسوي هذا الموضوع فالمفروض يكون أسرع لكن سبحان الله في الكتابة تبتد أن تضع لك حدود وكذا كل شيء يكون ممتاز صحيح ممتاز ما سميته مع ماريا؟ ماريا كريستوفر كنت حاب أطلع بطابعة غربي في أول مادة أدبية يعني من حيث اختيارك للأسم؟ من حيث اختياري للأسم ومن حيث الأحداث أحداثها بسيطة جدا يعني ما بغيت أخليها ويد فيها تعقيدات أمر بسيط جدا فتاة اسمها ماريا كريستوفر تقع في الحب ويتوفى أبوها وإذا ما خلق ظن يتوفى زوجها بعدين وتعيش حياتها بس يعني بس اللهم هي كانت عبارة عن سرد مشاعر أكثر من سرد أحداث في واحد من الأحيان اللي ألاحظة أن الكاتب ينقل تجربته ينقل تجربته بأسم مختلف بشخصية مختلفة لأن ما عنده هذي الأريحية في أنه يقول قصتها باسمه ما أقدر أقول أريحية لكن كثر ما أقول بعض الأحيان صوتنا ما ينسمع صوت الشخص ما ينسمع فعلى هلأساس يعني نختار أن شخص آخر يتكلم عنه سواء مثلا أنا ككاتب مثلا أختار روايتي تتكلم عني أو مثلا أنا كصانع محتوى صنع المحتوى يتكلم عني مش أنا اللي أتكلم فعلى هلأساس ريا الرواية الثانية الأولى من حيث الكتاب الكتابة لكن من النشر هاي أول رواية أول رواية نعم أوكي إذا أنا بتكلم عن أول رواية مثلا شو أبرز التحديات اللي واجهتك في أول رواية تكتبها أعتقد في الكتابة وما كانت عندك مشكلة كتبت أنت في ذرافة لا ما كانت عندي تحديات فالهاجس موجود الفكرة موجودة تركيزك موجود في تحديات واجهتك مثلا في خلال فترة هاي نعم ما فيه من البداية إلى النشر لا الحمد لله كنت على تواصل مع يعني صاحب دار النشر واحد من الشباب كان مرشح لي وتواصلت معهم وترتبت الأمور يعني لكن إذا بنتكلم عن أول مرة حاولت أني أنا أنشر فيها مادة أدبية زين لا كانت هنا الصعوبة لأن هذه ما كانت المحاولة الأولى أني أنا أنشر مادة أدبية المحاولة الأولى كانت عبارة عن كتاب اسمه هي وهو أوكي الكتاب فكرته كالتالي أنا أختار خمس مواضيع وأختي تختار خمس مواضيع أوكي تمام تكتب بعد هي نعم أوكي ما شاء الله نتفيدهمكم الكتاب بالضاء نعم صحيح أوكي فنحن نتبادل المواضيع العناوين فقط حلو أوكي خمس مواضيع خمس مواضيع خمس عناوين خمس عناوين أوكي أنا وياها نتبادل العناوين ممتاز أوكي عقبها هي تكتب على العناوين اللي أنا اخترتها وأنا أكتب عن العناوين اللي هي اختارتها كيف طلعت بهذه الفكرة سبحان الله ما شاء أوكي أوكي بعد هذا الأمر نقوم نتبادل المواضيع اللي كتبناها ونقوم نرد على بعض حلو أوكي فكانت هذه المادة الأدبية الأولى اللي نحن كتبناها لكن تأخرت في النشر فأهني أنا يوم على صدد أني أألف هاي المادة مع أختي تعرف شو سويت ما عارف أي بني آدم في المجال أنا في المجال الأدبي ولا مجال النشر ولا أي حد فتواصلت مع هيئة شارقة للكتاب السلام عليكم عليكم السلام جماعة الخير أنا عندي مادة أدبية حاب أنشرها ومعارف لأوين أتوجه حولوني على شخص ما أذكر شو اسمه فعطاني أرقام وأسماء دور نشر كان يتواصل معهم فتواصلت مع أحد دور النشر وما قصروا يعني أخذوا التفاصيل ومن هالأمور وطرشنا لهم المادة الأدبية المادة الأدبية هذه تأخرت في النشر لأن كان كانوا يبون يسوون لها يعني حفل أطلاق ولا شيء معين ولا أربغاندة معينة يعني لكن ما صار للأسف الشديد فعلى هالأساس تمت المادة الأدبية في الكيو عندهم تقريبا ما يقارب سنتين وكنت يعني نفس ما تقول يعني ناطر يعني ما عندي أي مشكلة يعني لا أنا ولا أختي وبعدين تم النشر يعني تم النشر نعم أوكي بس طويله وسنتين تقريبا نعم نعم أعتقد يعني بالي طويل هي بالك طويل أعتقد الكاتب أو أي حد يعني يمكن ودي من الإخوان والخوات عندهم هاي الفكرة ويبون ينفذونها لازم بارك يكون طويل صح قد تكون بعض الأمور وما بالطريقة اللي أنت تباهها وما بالساهل لأنك أنت تعال ويشر لكن أنت فترة انتظارك هاي كان الموضوع يسوى يعني كان الموضوع يسوى وخلال فترة الانتظار هذه أصلا أنا يعني ما كنت أنتظر المادة الأدبية هذه فقط كنت كذلك مستمر في الكتابة حسنا حسنا ما تسميت هذا الكتاب؟ هي و هو هي و هو نعم أينك الهاجس؟ يعني ما الذي يجعله مانع يكتب؟ هل هو شعور مستمر عندك؟ يعني حد من الناس دائما عنده أفكار يجب أن يشخبط ويكتب مثلا الرسامين مثلا أعرف حد من الناس يرسم طال الوقت توصل على المكتبة بعد يرسم هناك ويرسم هناك وفي البيت عنده الأستاند ويرسم وفي من الناس لا في حنده طقوس يجب شيء يشوف منظر يمر بموقف يستوي شيء بعدين لأن يرسم عن الكتابة اليوم كيف ما الذي يجعله تكتب؟ مواقف؟ أو أنت دائما باستمرار تكتب؟ بس من ضمن كتاباتك المستمر هاي يطلع شيء واو خبرني أبسط تفصيل في حياتي اليومية أقدر أطلع فيه بفكرة للرواية بكل بساطة يعني عندك شيء مستمر يعني مستمر تماما لكن للأسف الشديد توقف من كوفيد من كوفيد نعم من صار كوفيد توقفت عندي الأفكار تماما ما بقدر أطلع بفكرة مناسبة لرواية قادمة وأنا ما بقاعد أقول هذا الشيء أن أنا الحمد لله تقريبا عندي في الرف حاليا ما يقارب خمس مواد أدبية يعني إن شاء الله بإذن الله راح تصدر يعني على الرف في الانتظار للإصدارات للإصدار يعني في السنوات القادمة لكن بعد الخمس الإصدارات هذه شو عندي ما عندي شيء فطول الفترة هذه أنا أتوقفت عندي الأفكار تماما ما بقدر أطلع بأي فكرة يديدة أني أنا أكتب مواد أدبية جربت مثلا تغير مكانك أسويت كل شيء كل شيء نعم سافرت بالعادة بالعادة يعني السفر وايدي يلهمني يعني خاصة أني ما أكون مسافر في الطبيعة والجو البارد ومن هالأمور يعني أتيني أفكار فهمت إلي لكن في الفترة الأخيرة ما شو تقوص الكتابة عندك مانا ما تكتب كيف أنت لابتوب وسماعات تكتب على لابتوب تكتب نعم ما تكتب برقة وقلم لا أوكي وسماعات أسمع الأشياء اللي تساعدني وتحفزني على الكتابة تسمع موسيقى ولا تسمع أغاني الأكيد يعني في كل يعني يعتمد يعتمد على المادة الأدبية اللي أكتبها يعتمد على مزاجي يعتمد على تون الحماس في المادة الأدبية يعتمد على عدة أمور على يعني نفس ما تقول يكون فيه تناغم بين اللي أسمعه وبين الأحداث أنت مالتي تاسكر يعني تقدر ت yield a lot أكثر عن شي في الناس لأن أنا لو أكتب شي وحد يرمز وراي خلاص هذا حين نحن نسولف ومحمد قام يسولف فأنا خلاص ضاعت الأفكار ما أقدر بأتمنى تعرف أني رأسي نصي هنا نصي هناك ما بعرف أركز ما شاء الله أوكي فيعني تقوسك بسيطة جدا لابتوب سماعة تكتب هل تاخذ مكان معين هل تحب تكون داخل في مكتبك برع في الغرفة عادي أي مكان ما يفرق المكان عندك عادي اذا بسأل عن أقرب رواية لمانا أقرب رواية صحبا شأن حد يسألك من عيالك منه أكثر واحد تحبه ما يشتوين تعرف كلهم تحبهم كلهم بس يعني أقرب رواية إلى قلبك أقرب رواية لقلبي طبعا نفس ما قد أن تكلل كتب محببة لقلبي لكن كتاب بعد ما أصدرته ما أصدرته بعدني ما أصدرته هذا الكتاب تقريبا يعني يمكن أحداثه وكتبته عن فيه أمور معينة كنت أمر فيها فيه معاناة معينة أنا كنت أمر فكنت أحبت جدا أني أنا أوثقها وفيه شخصية تاريخية يعني بعد ما قريت عنها وبعد ما شفتها فيه يمكن مسلسل وشفت وثائقيات وشي نفس ما تقول أتعلقت بالشخصية هذي فخليت الشخصية هذي ضمن الرواية اللي هي شخصية نوستراداموس شخصية نوستراداموس يعني يقال بأنه من أشهر المتنبئين في العالم في تقريبا في 1500 لكن يعني تعرف في الكثير أنهم كذبوا وقالوا أن لا هذا مش متنبئ وهذا دجال وما إلى ذلك لكن إذا مثلا نرجع ونشوف معظم الأحداث اللي قاعدة تستوي عندنا في العالم اليوم هو متنبئ فيها لكن طريقة التنبئ كيف فهمت علي يعني يقول لك لا يعلم الغيب إلا الله صح ولا لا وأنا ما أؤمن بهذا الشيء كإيمان تام لكن الواحد يأخذ بالأسباب هو يمكن عنده اللي هو استشراف مستقبل يمكن شراء أنا ما أعرفه شو سوى بضبط طريقة التنبئ عنده بسيطة جدا رباعية رباعيات بمعنى سيكون هناك حريق في بلد غربي بس صحيح والله إلا ما يشتوي حريق يعني إذا ما بل يوم عقب عشر سنين بيسوي حريق بيقولون خلاص هذا اللي قال فهمت علي فهو تقريبا كانت عنده ما يقارب مش متأكد يمكن أكثر من ستين ألف نبوءة يمكن أن تشرت منها ستة ألاف أو ألف وخمسمية بحث ستين ألف إلا ما ستة ألاف يصيبون يعني هل التنبؤات أيوة ترى هذه فأقول لك أنا بالنسبة لي يعني ضمنت الشخصية هذه في الرواية وجانب من شخصيتي كذلك حين ذكرت الروايات اللي كتبتها ما شاء الله واللي مريت فيها أنت خلال كتابتك والنشر إذا أنا بسألك عن أنت قلت لي أقرب رواية لك أنت بصعوبة يعني تسحب أن المعلومة هاي سحب منك تعبتها معا ما تبقى تقول ستفهمها شيء أحس جزئية أو موضوع المشاعر اللي تكون في الإنسان نفسه وقت الكتابة هذا له دور كبير أنت تبسين عن تضرب مثال كنا نسوله فتقول لنا إخفاء المشاعر أصبح شيء صعب جدا صحيح أحس وقت الكتابة هذا الوقت اللي أنت فيه بعد تنطلق بالمشاعر اللي فيك تعكسها على كتاباتك صح شوف سؤالك فيه جزئتين الجزئية الأولى خلنا نتكلم عن موضوع المشاعر اليوم أصبح الشيء الوحيد اللي نحن نقدر نخفيه عن الجميع له مشاعرنا وحاسيسنا وأنا أشوف أن هذا شيء يكون خاص فينا لا يحق لأي بني آدم آخر يعرف عنه إلا إذا نحن نتكلم عنه أمام الجميع تعرفنا فيه خصوصية 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 في زمن أن عدمت فيه الخصوصية اليوم اليوم حياتنا مكشوفة على الملأ أصبحنا يعني معلوماتنا ما فيه صفر صفر خصوصية فهذا الشيء الوحيد اللي هو بداخلك أنت تقدر تحميه فعلى هذا الأساس أنا عندي دعنا نقول معتقد أو مبدأ أمشي عليه أنها مشاعري خاصة فيني لا يحق لأي بني آدم أن يعرفها إلا الشخص اللي أنا أبا أشاركه فيها وهني تكمن النقطة الثانية اللي هو الجواب على سؤالك بعض الأحيان أعبر عن مشاعري في مواد الأدبية سواء كان فرح حزن ألم الله يبعد عنه جميع هذه الأمور ما أقدر أتكلم فيها بصوتي وهذا يعني هل لأننا نحن في مجتمع خلنا نقول ما نقدر نتكلم بصوت عالي أو خلنا نقول قد يمنعنا برستيجنا أن نتكلم عن مشاعرنا الحقيقية أو قد يحكمون علينا الناس وايد أمور وايد محسوبيات لازم نحطها قبل لا أن نحن نتكلم أو نطلع الكلمة أنا أتلقى ياكم أنا أتعرف لهذا السبب أنا أشوف موضوع أن أنا أخفي مشاعري بالكامل هذا شي صعب وايد يعني أعتقد ما يقدر يسوي هالشيء إلا على قولة المصري الشديد الأوي شوف يقدر يكبت مشاعره وما يبينها للناس حتى أعتقد يباله واحد يكون سوبرمان يعني شوف أنا أخبرك شاء الله أنا تقريبا في 2020 أنا عشت معكم في الواقع أنا عشت في الحياة الواقعية في 2020 ما قبل 2020 أنا كنت عايش حياة مختلفة تماما بمعنى أنا كانت عندي موادي الأدبية اللي أكتبها ورواياتي هي الحياة الواقعية اللي أنا كنت أعيش فيها أنا كنت أهرب من حياتي الواقعية ما أتكلم إنها حياة يائسة بائسة لا جميلة ورائعة لكن كنت أهرب لشخصياتي لعالمي الخاص لأفكاري لرواياتي لمشاعري لأحاسيسي كنت أعيش وأتناغم معها بشكل رائع جدا وكنت أستمتع بكل لحظة في كل كلمة كنت أكتبها في الرواية فكنت أكون مشغول فيها وعقوبها دعني أرجع للحياة الواقعية اللي أعيشها وعقوبها أرجع للحياة الخيالية اللي أنا كنت أعيشها أثناء فترة كتابة الرواية بس جميل يعني شوف هذا يذكرني في ناس أعرفهم أنا شخصيا لين الحين ما زال ما يعيش في الحياة الواقعية هو عايش في القيم في اللي يحبون القيمينج صحيح فيديو جيمز أكس بوكس بي سي غيره هو عايش هاي الشخصية صحيح فهو بالنسبة له وجوده في هذا الجسد بهذا الشكل في هذه البيئة ممريح مش مريح فتحس أنه دائما يوم موجود أوكي لكن يوم يكون موجود على جهازه يشوف هاي الشخصية قد يكون مثلا فلنفرض أنه هو شخص مثلا حركته صعبة ما يقدر يسوي الحركات اللي يسويها مثلا في القيم في يوم يلعب شوفه مزاج حلو صحيح ويتحرك وينقز ويطير كأنه يقدر يسوي كل الأمور اللي في خاطرة يسويها في الحياة مراقعية بس أنا ما يقدر لأن هناك قوانين في أمور تلزم فيه قوانين فيزيائية في قوانين غيرها قوانين تمنعك من أنك تسوي هذا الشيء لكن هناك يقدر يسوي هذا الشيء بريحية صحيح وانت عشرين عشرين تقول ضربت بوز وما بعد ما انت ضربت بوز في موضوع ووقفت من الكتابة ورديت عشت الحياة الواقعية أنصدمت قد يكون هذا السبب أن أنت لا تستطيع تبتدي في كتابتك من أول ويديد لأن أنت كنت عايش مرحلة طريقة حياتك كانت بطريقة معينة كتاباتك وشخصياتك رديت للواقع ترى أعادي أنه يكون مثلا توتر بسيط يصيبني خلني أقول لك يخليني أعيد التفكير فهم علي يعني خلني أقول لك لا أدري إذا قدرت أوصلها صار لي النفس ما تقول فهمت علي فهذا الشيء اللي صار عندي أنا قاعد يخليني أعيد التفكير يعني سالفة كوبد صار عندي هذا الترب فهم علي فانعزلت أكثر من أي شخص آخر في هذا المجال يتواصلون معي زملائي أصدقائي في قعداتهم يفتقدوني في المعارض ما قمت أسير نفس المرات اللي فاتت ولا نفس السنوات اللي فاتت يعني ما كنت أزور المعارض من هالأمور يتصون فيني يعني وينك تعال من أن أقعد معاكم منعزل تماماً لين خلني أقول لك أعطي نفسي فترة أني أستعيد فيها نفسي فأمون بقاعد أضغط على عمري أن مثلا أرجع وأنا مجبور أو مرغم أو لا لازم يعني على اساس أني أنا أثبت وجودي لا أعطي نفسي ريحية تامة ومتى ما حسيت عمري أني أنا مستعد أنا أرجع على تم استعدات ما تحس كون الناس هذيلة طبعاً هم محبين ومن دافع حب يتواصلوني معك يبونك ترجع نعم وأنا أرى أن الكاتب مثل المخرج مثل الشاعر يحب يكون على مزاجه صحي وكل شيء يكون على مزاجه متى ما أنت تبتدي تفرض عليه أو تتحكره يكش يعني خلاص ما يعرف أمر صعب جداً ما تعتقد أن هذا قد تكون أحد الأسباب أنه موضوع ضغطهم عليك تعال أرجع 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 ما يعطوك مساحتك يمكن أن يعطوه مانع مساحتك خذ راحتك أوكي خلاص خلوا ريالة حين في خلوته في شو ما كان وبيردلنا بعدين للأسف الشديد أنهم حاولوا ويا أي وايد بس ما قدروا علي ما خلوك نعم ترى هذا ونقول من كثير ضغطهم عليك يمكن هالشيء هذا زاد من المشكلة هاي وزاد من انعزالك لا الحمد لله ما زاد بالعكس زاعتك هي هي بالعكس يعني وجودهم حولي مثلا انتصالاتهم يسألون عني هذا يحسسني أنني أنا موجود في المجال الصحيح مع الأشخاص الصح دعنا نقول ضمأنتهم علي ومن هالأمور شوف أمسات ما أذكر والله منه كان يتكلم على هذا الموضوع الموضوع الخلوة وأهمية الخلوة نعم شخص محتل وتلاحظ يعني مع الفرق يعني الأنبياء كلهم كانوا يختلون نعم يعفو سهم العلماء وايد عندهم موضوع الخلوة هذا العلماء اللي كانوا يعملون مثلا أو يعملون في مجالات مثل الفقه والشريعة والحديث وعلماء الفيزياء وغيرها دائما عندهم الانعزال هذا يبني يرفع من مستوى فكرهم صحيح وأنا لاحظ على شيء سبحان الله وأي واحد أنا بالنسبة لي أشوفه من علامات التزانة وسلامته الفكرية والعقلية وشوما كان أنه لا يوجد مشكلة يختلي بنفسه صحيح أنا أشوف هذا مستوى من الذكاء مستوى عالي للنفس البشرية التي أنت فيها تقدر تختلي بنفسك على سبيل المثال أنا عندي يوم في الأسبوع تقريبا أطلع من الدوام عادة يعني يوم جمع مثلا هاليوم هذا أختار أن أنا في أتغدى روحي بدون العيال بدون عم العيال بدون ربعي بدون أي حد مع أن هذه لكلهم يسعدني الدقيقة عندي وإياها متسوى الدنيا بس جزء مني يقول لا أنت لازم تختلي بنفسك تكون متصالح شيء ويأذاتك وتيلس بينك وبين نفسك أناقش أفكار تلقاني مثلا أي لسعي ممكن حد من الشواب يقول أبو عبد العزيز روحك بسم الله عليك ليش والله أنا تلاقيت إياه الله يذكره بالخير أبو عيسى أبو عيسى تلاقيت إياه بس يرى أتغدى بيلوس بتعش بتغدى عفوا وهو شافني قالت ويمنو قلت لأنا روحي يا تغدى ليش يا ريال روحك كذا كذا صح بني لس هذا بعدين يوم شرحت لك يعني نوعا ما هو كان أوكي مقتنع ومم مقتنع في نفس الوقت بس مو بالكل عنده هالشي مش الكل دايما أنا أقول أن لنفسك عليك حقا مهم جدا أنا دايما كنت أختلي بنفسي طبعا قبل كوفيد اللي هي مثلا فترة الكتابة كانت فترة خلوة كنت أقعد تقريبا ما يقارب من من تقريبا ساعة خمس ولا ست لأن ساعة عشر أو وحد عشر أو اثناش طول الوقت هذا أنا يالس مع نفسي مع أفكاري مع رواياتي بدون أي إزعاج أو تدخل من أي بني آدم آخر أو من أي طرف ثالث كانت متعة ما بعدها متعة بصراحة موضوع الخلوة مع النفس نعم أسويها بين فترة وفترة متى ما حسيت يعني ما أكون حط لي مثلا جدول معين متى ما حسيت أني أنا محتاج أكون روحي أنعزل عن العالم تماما يعني ما عندك أي مشكلة ما عندي أي مشكلة بالعكس من الأشياء اللي وايدة أنا كنت أحب أسويها مثلا سابقا أنا مثلا أحب أطلع أتغدى روحي مثلا ولا أدخل السينما روحي ولا أتمشى روحي وأسويها هاي سيرت السينما روحك بعد هاي قصة ترى أنا يوم أسير روحي في أيام كنت والله أسير روحي السينما وأستمتع في الفيلم يا أخي أنا مستمتع أفصل الشباب يقول بحبت العزيز أعد السينما روحك قلنا تغدى روحك سينما ساعتين أقول والله يا جماعة أستمتع أستمتع أي لس أشوف الموفي أريح مرتاح هناك جزء من مخي ما دل أشعر يرتاح مع أنه مرة ثانية أحب يمعت الشباب أحب يمعت عيالي ويايا حرمتي ويايا أستانس لكن هناك جزء من نيبه هذا الشيء أزيل أنا مانع لماذا ذكرت لك هذا الشيء؟ أنت تفضلت حين وذكرت قلت أن الرواية التي أنت منعقبها بدأت تبني خبرة وبدأت تتمكن فستوى عندك نوعا ما يعني صار عندك تحدي فأنك تكتب زيادة لأن حين الزوايا التي تشوفها أنت مختلفة لا تعتقد أن أنت اكتسبت خبرة وفي نفس الوقت خدت الخلوة هاي في 2020 وقت كورونا فقد يكون الحين مانع على لفل وايد عالي أتمنى أنا هذا تحليلي يعني أنا ما أحكم على حد ولكن أنا من اللي أشوفه من اللي أسمعه منك أنت قد تكون الحين ارتفعت إلى مرحلة وايد عالية بعد أرجع أقول لك أتمنى لا أنا أعتقد هالشي هذا فإن شاء الله اللي بتكتبه الحين إن شاء الله لأنه مستحيل أخلي خبرك فيه موضوع أقول لك أن تقريبا أنا ما يقارب عدد الأعمال اللي كتبتها ما تقل ما تقل عن ثلاثين عمل أوكي ركز معي ثلاثين عمل ثلاثين ماشاء الله ثلاثين عمل من شرط منهم سبعة من شرط منهم ثمانية ثمانية ممتاز الثلاثين عمل هذه مو بشرط أنهم كانوا جميعهم أعمال مكتملة في منهم كانت عبارة عن خصاصات مجرد أفكار روايات قصيرة ما كملتها أفكار ما عجبتني أني أكملها وما إلى ذلك وفي منها كانت بعدد كبير منها يعني يقول من الثلاثين عمل هذا الثلاثين عمل غير الثمن أعمال اللي نشرتها قول مثلا عشر أعمال كانت روايات كاملة أوكي أوكي وعشرين عمل اللي هي بتا ما كانت روايات كاملة وما إلى ذلك في فترة من الفترات كنت قاعدة أشتغل على رواية معينة كانت هذه الرواية تقريبا تناقش موضوع حساس جدا بالنسبة لي أنا أو بالنسبة للمجتمع اشتغلت على الرواية هذه تقريبا ما يقارب ثلاث سنوات ثلاث سنوات أي رواية هذه هاي ما نشرتها ما نشرتها بعدك ما نشرتها ولا بنشرها ولا عندي نسخة منها نعم اشتغلت عليها ثلاث سنوات اشتغلت عليها ثلاث سنوات من ناحية مقابلات سويت عليها مقابلات حقيقية على أرض الواقع ومصادر واستشارات أطباء وما إلى ذلك واستمتعت بكتابة الرواية بكل التفاصيل وبكل الحذافير وبكل السكك اللي كانت موجودة في الرواية وبكل لحظة كتبت فيها الرواية استمتعت فيها لأبعد درجات الحدود قدمتها لدار النشر وافقت عليها طلبت مني بعض التعديلات عدلت تعديلات التي من دار النشر تعديلات أملائية أو في الفكرة تعديلات بعض الأحيان تكون تعديلات بسيطة جدا يعني لا يدخل في سياق الرواية ما يدخل ما يدخل ما يدخل أعطوك ملوحظات بسيطة نعم وكان يبوني تعديلات خلص التعديلات وكل شيء كان في الليل قلت خلص ما بستعيل خلص التعديلات موجودة عندي باشر الصبح إن شاء الله ولا باشر بطرش من الرواية هذه سبحان الله رقعت نشيت أنا ما بأنشر الرواية ها أنا نشيت أنا مش على اقتناع التام أني أنا أنشر الرواية طيب الثلاث سنوات اللي قضيتها الجهد هذا اللي بدلت الأشخاص اللي كانوا يقولون لي يا مانع فكرة جريئة جدا لا تنشر الرواية ما سمعت كلامهم الأشخاص اللي كانوا ينصحوني في ذاك الوقت الأشخاص اللي تصدّوا للفكرة لأنني عرضت الرواية على أكثر من شخص عشان يراجع لي ياه ويقيم لي ياها في أشخاص تصدّوا للفكرة كفكرة دخيلة ومن هذه الأمور فكرة جريئة فكرة صعبة قد يكون هجوم ما هي بتقول معلومات ما أنا بتدي أسألك أنا أكثر عن هذا قد يكون هناك هجوم من المجتمع على شخصك لأن اليوم للأسف الشديد المجتمع فيه ناس من المجتمع ما يفرقون بين الكاتب وشخصية الكاتب أنا اليوم أكتب صح عندهم شخصية مثل الكاتب خلاص هذا هو أنا اليوم أكتب رواية مو بشرط أني أنا قاعد أكتب هذه الرواية أتفق بكل الأشياء اللي مذكور فيها في الرواية أنا أعدي دور الكاتب يا أخي مثل المخرج أو المؤلف الفيلم هذا اللي يسويه مثلا في الفيلم هذا فيه شخصية مجرم ومعنات أن المخرج مجرم أو المؤلف مجرم أتفق معه هذه الأشكالية الموجودة عندنا فعلى هالأساس يعني كان نفس ما تقول في المقام الأول والأخير كذلك الخوف على شخصي أنا والكتاب عبارة عن أرث يعني أنت تتخيل أنا أصدرت هذا الكتاب أصبح حق للمجتمع مش حق لي أنا فالمجتمع له الحق يحدد شو ما يقوله تفهم علي فأنا راح امتلك حق الرد بكل تأكيد لكن هل هذا مثلا راح يشفي غليلي على ما يقولون لا على العموم قررت عدم نشر الرواية سبحان الله من رب العالمين في ذاك الوقت دخلت في ما بقول حالة من الاكتئاب أساس ما أبالغ لكن شبه حالة صعبة كانت بالنسبة لي أنا عزلت فيها عن الجميع صرت بطلة اللابتوب كبست زر مسحت جميع الأعمال اللي ما نشرتها تماما غير آسف عليها كانت فترة صعبة وقرار أصعب لدرجة أني أنا خشيت اللابتوب عن أي بني آدم على أساس أنه ما يسترد المواد الأدبية هذه لأنه تم فتراش لمدة 30 يوم أتوقع عقبها وخلال هذه الفترة يقدرون يردونها لكن أكثر من هذه المدة لا يستطيع أن يردها أنت يوم خدت القرار هذا كنت مثل ما يقوم في كامل قواك العقلية نعم أنت مب يالس أحينا هذه مب ردة فعل لا هذا فعل مبني على فكر صفاء ذهن أنا اختليته بنفسي حد يسمي زعلان اختلاء شو ما كان بس المهم هي فترة أنا أحس أن الإنسان يختري بنفسه مثل يوم تصبح مشكلة بينك وبين شخص يا أخي لا ترد نفس الوقت صحيح خد وقتك صحيح وهذا القرار أن أخذته ليس بين يوم وليلة خد وقتك يعني تقريبا بين بسالفة أني أنا ما أنشر الكتاب إلين ما سويت الخطوة هذه تقريبا شهرين أوكي هذه فترة كافية نعم لكن خلال الشهرين هذي شو صار فيني أنا دخلت في حالة من الصدمة دخلت في حالة من الصدمة من ردة فعلي من شو اللي صار فيني بين يوم وليلة فاهم علي الصدمة من أنت قررت أنك ما تنشر نعم يعني تخيل أنت ثلاث سنوات قاعد تشغل على مادة أدبية أو قاعد تشغل على شيء معين بين يوم وليلة تقول لا أنا خلاص ما أبى وطيب فيه ناس كانوا يقولون لك يا فلان لا تنشر يعني فيه نصايح كانت تيك أنت ما كنت تسمع لأي بني آدم لكن بين يوم وليلة تسمع لنفسك وتقول خلاص أنا ما بأنشر ما بأسألك عن تفاصيل وغير لكن يوم بي بسأل مانع شو اللي خلاك أنت قبل الثلس سنوات لو ردينا نحن هذا بشريط الزمن ورا شو اللي خلاك أنت تبتدي في هذا المشروع أو هذا الكتاب موقف معين إحساس معين الكتاب هذا بالذات هل الكتاب هذا اللي اشتغلت عنه ثلاث سنوات اللي ما نشرته هل كان فيه موقف معين كانت فيه حالة مزاجية لا المشكلة ما كانت حالة مزاجية كان فيه موقف أزين وشفت الموقف جدامي نفس ما تقول وخذتني المشاعر أتألمت شوية هو موقف مش خاص فيني أنا ما صار فيني أنا يعني أعساس هذا فتألمت شوية وتميت أفكر وايد أفكر في الموقف هذا وهل فعلا أنا أقدر أحول الموقف هذا لرواية أقدر أتكلم عنه في رواية ولا لا خذت الأمر على عاتقي وبديت بديت أكتب مدري كيف من هالأمو وبديت أقابل ناس وبديت فهم من بعد هالموقف من بعد هالموقف أوكي 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 فأنت أوكي ما ممكن يصير هالشي نعم نعم أهي 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 وليل حين أنت عند قرارك هذا ما بتنشر هذا ما بترد تكتبه ولا بترد شوف فهو يمكن أن أنا أغير رأي في هذا الموضوع لكن أكتب رواية جديدة بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة السابقة يعني أناقش نفس الفكرة لكن طريقتها تكون مختلفة ناوكي ناوكي أذكر مرة خبرتني عن يمكننا نسؤاله في متلاقينا أقول مرة الموت الرحيم نعم خبرتني عن هالرواية خبرنا شوء أكثر ما نبقى نحرق الرواية نبقى متأخذونا الرواية تكررونها يا جماعة أوكي بس طبعا منشور الرواية هالي طاهر موت الرحيم نعم صحيح أوكي خبرنا يعني العنوان شيء خريب شوية الموت الرحيم هو شوف يعني نفس ما نحن عارفين أن الموت الرحيم محرم في الدين الإسلامي وكذلك الديانات الأخرى تفهم علي لكن ميتني فكرة فكرة للرواية كانت الشرارة خلنا نقول كانت أن ولد بيأخذ أمه من العيوز على الولتشير يوديها للمحكمة وأبا أخضعها للموت الرحيم وتستوي الأمور هناك كانت شرارة هذي كما تميت أفكر طيب يا مانا عيوز خلاص بتموت يعني ليش لا موت الرحيم ومن هالأمور يعني لا فكرة مبتدلة نفهم علي مهم محتاج فكرة يديدة مختلفة تماما أن أيوني الناس يضاربوني عليها نفهم علي أخترت أني أخضع خلنا نقول أمرأة سيدة أعمال في مجالها لموت الرحيم في عز نجاح فهم علي يعني أنت يعني سيدة أعمال ناجحة أنت هنا تكون كاتب حقير يعني صاحب محشوم محشوم فليش أيوة شفت فهم علي أنت الحين بتقول لي أنت يعني ككاتب كيف يعني كيف تجرت أنك تفكرت مثلا بمثل هذه الفكرة فهم علي فليوم الكاتب لازم ما بقولك يخيي بظن القارئ لكن لازم يكون عند حسن ظن القارئ و يطلع بأفكار خلا نقول يقدر يتقبلها القارئ فهمت علي أو ينصدم منها خلنا نقول هاي هذا أعتقد أنا كله أربطها بالأفلام جانب عنصر التشويق لازم هذا وائد مهم حتى في الكتابات يعني نفسها هذا شيء مهم طيب نزيل فهذا يعني السيناريو اللي حطيته بس لا تقول زيادة خلاص نبقى الناس تقرأ لكتاب إن شاء الله لا خليه تكلم شوية بس بي تقول أمور عادية يعني فكانت هذه الفكرة طبعا الرواية تقريبا نزلت منها الجزء الأول وهو الجزء الثاني والثالث إن شاء الله راح ينزلون يعني قريب بإذن الله يعني الجزء الأول ما أشبع غروري أو ما أشبع غريستي الكتابية كنت محتاج يعني أكتب أكثر عن الموت الرحيم وعن الأحداث وعن هذه الأمور فشاورت أحد الأصدقاء قلت له ما رأيك أسوي منها جزء الثاني وثالث قال إذا فيك نفس توكل على الله ليش لا وفعلا جهزت الجزء الثاني وجهزت الجزء الثالث كذلك الناس اللي تأخذ رأيهم في هذا الموضوع هل هم كتاب ولا هم يعملون في دور ونشرة كتاب ومقربين آه أوكي 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 أعتقد مهم أنك أنت تأخذ الرأي فيما يتعلق بالكتابة من أصحاب الأختصاص أيوة بس مب شرط أنك تمشي على جميع الملاحظات اللي تشوفها أنت مناسبة فهمت علي في كتاب يعطونك كثير من ملاحظات لكن في المقابل أنت ما تكون مقتنع فيها فليش أغير شيء أنا مش مقتنع فيه سين إذا سألتك اليوم مانع شو النصايح اللي تقدمها لمن يرغب في كتابة الرواية بصراحة يعني أي شخص حاب يبدأ مثلا من كتابة الرواية لازم بكل تأكيد أول شيء الموهبة تكون موجودة عنده أو من بعدها الفكرة أنا دايما أقسم الأفكار لأفكار رئيسية وأفكار فرعية وفي أفكار أسميها أفكار ثانوية سامحني بقطع كلامكم بس هاي مقول الموهبة أنت تعتقد الموهبة هذا سؤال بعد دايما من ذكر هل هي الموهبة ممكن يكتسبها الشخص والله أنا ممكن أتعلم كيف أكون كاتب أو أكتسب هاي المهارة ولا أنت تولد عندك هاي الموهبة أتوقع أتوقع في هالزمن كل شيء ممكن ممكن أكتسب الموهبة ممكن يعني أنا تقريبا من من صغري يعني كنت أقراب مثلا منجلات كتب أشياء بسيطة صغيرة يعني فهمت علي لكن الشيء اللي حببني في الكتابة مستحيل أنساه كتاب ألف ليلة وليلة تقريبا كان عندي كتاب الكبر جزئين كان عدد صفحاتهم ألف ومئتين صفحة عادي على البراد تقريبا قرأتهم أكثر من خمس مرات ما شاء الله فهي شيء أنا أكيد صح هذا بيحفز مخكتي بشغلة بيعطيك هالمهارة خاصة مثلا هذا الكتاب فيه غني بالكثير من التفاصيل اللي قد تكون عند البعض مملة يوصف لك السجاد والخيط خيط السجاد يوصف لك المجلس والليوان كأنك تشوفها في جدامك فتفاصيله ممتعة جدا من هو كتبها الكتاب ألف ليلة وليلة ليلة حين ما أحد يعرف ما أحد يعرف نعم يعني في يعني حتى ما أذكر يعني ما أذكر نقريد أنه فيه شخص معين ولا شي شي فهي تناقلون فهي قصص جمعوها ولا شخص 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 ما كتب هالقصة شوف القصة الأساسية اللي كتاب ألف ليلة وليلة أنه شهر يار ملك و شهر زاد هي الملكة و على يد شهر يار أنا في أحد الأيام كان طالع لصيد أي شي فاكتشف ان زوجته كانت تدخونه فصار على طول ذبحها وذبح الشخص الذي كان تدخونه معه وطلب من الوزير ان كل يوم يزوجه بنت وعقبها يذبحها الان ما الناس خافوا فالوزير كان راد البيت عند بنته تشوفها مهموم شو السالفة والله كذا 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 الموضوع وجميع الناس يعني خايفين قالت ما في مشكلة نزوجني اياه قال لها بيث بحش قالت ما عليك الموضوع عندي فشو قامت تسوي شهر زاد كل يوم في الليل تقول لها قصة فالليل مثلا وقت الفجر ولا وقت معين يعني تقول لها نكمل الباشر فاستمروا على هذا الوضع ألف ليلة وليلة ومحتوى القصص عن خبث الرجال ودهاء النساء محتويات القصص اللي كانت تسردها له لمدة ألف ليلة وليلة حقبها في ليلة وليلة ذبحها ولا ما ذبحها لا خلاص كان يعني معيل منها ومنها الأمور واستقر معاها يا عشف في ليلة وليلة هاي برموضة طويلة تقريبا يقارب ثلاث سنوات ونص جميل نعم فتظل قدت الموهبة تكون موجودة الموهبة تكون موجودة تقس الفكرة الفكرة الأساسية للرواية مثلا بعطيك مثال الموت الرحيم هاي فكرتي الأساسية أنا عن الرواية أوكي عقبها مثلا أبني على هذه الفكرة أفكار أخرى ومن بعدها اللي هو مثلا السرد الزمان المكان ومن هذه الأمور العقدة الحبكة وأستمر بالكتابة أوكي أوكي اللي يصير أن عدد كبير من الكتاب اللي يبون يشرون المادة الأدبية الأولى يكونون مستعيلين عليها وما يبون يتأخرون فيها ما في شيء ينتظرهم لكن هم يشوفون أن هذا إنجاز ولازم يشوفون إنجازهم على أرض الواقع ومعظم نتائج نعم ومعظم الكتاب الكبار يوم سألوهم شو أكثر كتاب اتسرعتوا أو ندمتوا إنكم نشرتوا أول كتاب أول كتاب متوقع صحي نعم إنكم مستعيل يبوني أشوف النتائج وأشوف ردة على الناس صحيح تقبلهم انتقادهم صح نزين النصيحة الثالثة في دورات معينة مثلا إذا أنا غير اللي تفضلت فيها الحين في دورات نعم في دورات مثلا شوفها ضرورية للشخص أحيان مثلا أنا أقول لك أنا أنا أبوة أبتدي أكتب فغير عن اللي أنت ذكرتها الحين في دورات شوفني لازم أخذها في دورات اللي تعلمك الأساسيات تعلمك خلنا نقول الفروقات بين مثلا خلنا نقول شو الفرق بين الرواية القصيرة الرواية الطويلة القصة القصيرة من هالأمور تعتقد هاي ضرورية ها؟ هذه اليوم تقدر تحصلها في الإنترنت عادي الأساسيات كذلك في دورات خلنا نقول أتثقفك أكثر لكن أنا أفضل أنه مثلا يوم تكون على ما يقولون أنت موجود على أرض الواقع قاعد تشوف قاعد تختبر الأمور يعني على سبيل المثال أنا ما توقعت أني دخلت يمكن دخلت دورة تدريبية في الكتابة لكن هذه كانت بعد ما أنا كتبت بعد ما نشرته من هالأمور طلعت كان مخرج هذه الدورة رواية بعنوان حفلة طلاق شاءتها يا رب حفلة طلاق نعم حسنا فهذا هو فبالعكس إذا هناك دورات يعني بمعنى أن تساعد نعم دعني أقول لك دورة أساسية أنا أدخل للدورة هذه و أنا قبل الدورة لا أعرف شيء بعد الدورة أخرج كاتب صح هي مثل أشياء تساعدك مثل أدوات أدوات أنت تعرف تبني بيت مثلا لكن تحتاج أدوات نعم مطرقة ومسمار وغيرة لكن عندما تأخذ هذه الأدوات إذا لم تكن لديك هذه المهارة لا تتعرف أدوات أين ترمت بني ينطبق هذه الأشياء على الكتاب صحيح هناك كتاب نسينا نذكرة وأعتقد هذا من أهم الكتاب الذي أنت ألفته كتاب الخدمة الوطنية حكاية الميدان حكاية الميدان نعم أولاً اختيارك للعنوان جميل جداً وأذكر أنك رويتنا صورة مع سيد اسمو الشيخ محمد بن زايد نعم صحيح أعتقد أنه هديته هذا الكتاب كذلك وتصورت إياه قبل أن أسألك قليلاً عن الكتاب لا نحرق الكتاب كله أذكر قليلاً عنه ما الذي تكتبه إن شاء الله أنا أرى من الضروري جداً خاصة لموضوع مثل هذا خدمة وطنية الكتب أذكر الدكيومنتري نعم كان أخونا سامر الدكيومنتري اللي أضعه على ناشينا الجيوغرافيك نعم صحيح أنا أذكر نفسي قبل ما أدخل الدورة من أول الأشياء اللي سويتها أني أنا شفت الدكيومنتري هذا أوه أنت دخلت عقبنا بوايد أنا تأخرت نعم فلما شفت الدكيومنتري أنت خلاص أنت أوكي هذا شيء أنت فخور به أصلاً ساير وكلك فخار ومتحمس بس في جانب من مخك يقول لك شو لي ترياني الخوف من المجهول الخوف من المجهول بالضبط فالدكيومنتري تساعتك أفلام أثائقية ففيلم اللي سووه سامر وشباب الخدمة الوطنية أضني شيء كان اسمد البرنامج أثائقي هذا ما أذكره الكتاب هذا كتابك بعد يساعد صحيح مهم جداً أعتقد لأنه أولاً هو مبخوف بمصطلح خوف أنك أنت لا أنت ما تعرف شو ليينك صح فتجهز نفسك لسبب أنك أنت تبدع أنت تقدم أفضل ما عندك أنت في الميدان صح ستقدم أفضل ما عندك فأنت يوم تعرف شو لي ترياك تكون أنت جاهز هذا اللي سوي هذا اللي سوي لا تتعرف على أن تطبطب على نفسك وانت خايف لا 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 الحمد لله هذا شيء موجود صحيح فقط نحن نبقى نكون جاهزين لكي نبدأ في هذا المكان صحيح أنا مثلاً عن نفسي شيء أنا إذا عندي على سبيل المثال ورشة أمساعت كانت عني ورشة في أكتبة محمد بن راشد اللي صناعة البودكاست حبيت أسير قبل ما بساير قبل أن عندي رهبة والله من هالمكان لا 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 أبا سير عشان أشوف أنا وين بوقف شو بسوي وين بتكلم كيف بنوزع الناس كيف الورشة هاي ممكن تطلع بأفضل صورة فهذا ينطبق على الخدمة الوطنية صحيح راح أدخل الخدمة الوطنية أول فكرة يا تفبالي توثيق اللحظات كان بالنسبة لي مهم جداً ومن أول ما دخلت طبعاً الدفتر والقلم معي عساس أني أنا بس أكتب رؤوس أقلام بالأشياء اللي أنا راح أطلع فيها فأنا كنت رايح لمجهول فهم علي أن ما أعرف يومي كيف بيبتدي شو بيكون شو الأشياء اللي بنعيشها هناك فهني كانت يعني وهني تميت أفكر طبعاً معظم الناس اللي رايحين معاي عندهم نفس الفكرة والناس اللي بيسيرون من بعدنا كذلك نفس الفكرة رايحين لي مجهول فأنا محتاج أن يعني أخلي اللي بيسيرون من بعدنا يكونون مرتاحين أكثر يعرفون على الأقل له أمور بسيطة جداً على أساس أنهم يكونون مستعدين نفسياً أكثر للموضوع فهني كانت هذه الفكرة هيا ومن بعدها نفس ما تقول كنت أستغل اللحظات مثلاً كنت أسرح كنت أشوف أدقق في مثلاً تصرفات ردود أفعال أفعال جميع الأمور كل التفاصيل التي كانت تستوي معنا هناك كنت أدقق فيها كنت أدقق فيها من الأمور التي تقريباً دققتها ويمكن إذا لا تظن ذكرتها في الكتاب أو لا اللي هو موضوع أنت أقلمنا مع بعض أول فترة دعنا نقول أول ما أقول لك أول أسبوع أول أسبوع هذا يعتبر وايد أول ثلاثة أيام أنت مجمع عدد ناس في مكان واحد ما تشافوا بعض من قبل وما يعرفون البيئة اللي يائيين منها صحيح الـ background ولا أي شيء مناطق مختلفة ألقاب غير ولا شيء ولا شيء أنت هناك خلال ثلاثة أيام تعيش معهم أذبت كل هذه الفوارق صحيح تحت مسمى واحد خدمة وطنية صحيح أذبت جميع الفوارق هذه جميع الأمور صحيح أنا مانع ما أقول يعني أعتقد الكتاب هذا جميل جدا ويضيف وايد حق الشباب لكن أنا أدوم نصيحتي حق أي حد يدخل الخدمة أقول له عيش التجربة بالكامل صحيح لأن هذا الشيء أنت تسوي مرة في حياتك لكن هي تجربة ما تنساها عبدا عيشها بالكامل عيش التجربة بكل تفاصيلها صحيح بالصحيان بلحظات الشدة بلحظات الضحك بين ربعك لحظات التعب لحظات عيش هذه الفترة كلها ومثل ما تتفضلت دقيق على كل التفاصيل دقيق على كل التفاصيل نعم لأن هذه الدكرة ستشلها وياك واذكر الله يذكرهم بالخير الذين كانوا معنيين ومسؤولين عننا وكانوا يقولون أنتو الشباب بعض علاقتكم ستكون مختلفة صحيح تستمون ربع صحيح قال بدتمون تذكرون هذا الموضوع هذا قال نحن نذكر دورتنا قبل 25 سنة صحيح أنتو نفس الشي فتكون عندكم هاي الذكرة موجودة يوم بيتلاقون حتى لو ما نتلاقى وايد تلاقى عقب عشر سنوات خمسة عشر سنة يووو تذكر اليوم الفلاني تذكر الموقف الفلاني فجميل جدا وأنا بعد يعني أحب من مكاننا هذا مانع أشكرك أشكرك على تقديمك مثل هذا المحتوى ما شاء الله كل الأشياء التي تقدمها جميلة وراقية جدا وأعتقد هذا دور وايد مهم لأي شخص يمتلك القدرات اللي عندك إياها ما شاء الله قدراتك على الكتاب حبك لهذا الشيء يغفك به واختيارك لمواضيع مهمة مواضيع قد تفتح لنا أفق جديدة في رأسنا مثلا اللي ذكرته حين الموت الرحيم فكرت بشيء بطريقة مختلفة تماما هذا بغض النظر نحن لا نتفق مع هالشيء ولا أنت تتفق يا أصلا بس هو كعرض يا أخي كمناقشة فكرة يوسع مناقشة فكرة يوسع هالشيء هذا مدارك كم كقارئ من كم من يوم قرأت تغريدة عن أشخاص قاعدين نتكلمون عن هذا الموضوع بشكل عام وكان شيء عادي يعني بمعنى إذا أشخاص كانوا مسنين طيب ليش ما نخطعهم لموت الرحيم طاهم علي فاليوم المجتمعات قاعدة تتكلم في مثل هذه الأمور اللي يمكن كنا خايفين نتكلم عنها نعم وخايفين نتكلم عنها وأصلا لازم ما نتكلم عنها لأن هذه نفس هذه روح صحيح طاهم علي الله أكبر يعني منه يكون مثلا بشر يحدد نصير شخص آخر بسبب مثلا مصاريف نعم بسبب معدات طبية أو هذه الأمور سبحان الله يا أخي الدين الإسلامي الجنين في بطن أمك هذا أنت ما شفته ولا سمعته ولا رمست إياها ولا له أفضال عليك هذا ما يجوز أنك أنت تقتله سبحان الله فما بالك بالأم بالأبو باليد اليد هذه الناس يعني هاي ينشرون بماء العين هذه اللحظة هاي اللحظة بس وياهم الدقيقة وياهم كم تسوء صحيح فبس يعني كفكرة ومناقشة أفكار برع الصندوق من زين ضرورية بالنسبة لنا فأنت أنت اللي ذكرتها طالما طبعا أي شيء ما يخالف يعني عادات وتقاليد طبعا عادات وتقاليد طبعا عادات وتقاليد بعد هذا موضوع في بعض الأمور تتغير في بعض العادات تتغير يعني مثلا نحن كنا نتواية فترة كورونا ما شيء مواية ما شيء هذه عادات وتقاليد كانت ترى صحيح ولكن بعض الأحيان الظروف تغير بعض العادات ولكن الحمد لله عندنا ارتباط بديننا تعاليم ديننا عندنا ارتباط بهويتنا الوطنية وهالشيء هذا واضح في أعمالك وأتمنى إن شاء الله إن شاء الله النمانع يرد ببن الله إن شاء الله ننشاء الله ننسوها بعقب البودكاست بودكاست ثاني يبدأنا نسخ الكتاب يديدي إن شاء الله هاه كنت سوف نشاهها إن شاء الله لنعلم أن نحنم تريد هالشيء إن شاء الله نحن اليوم النموذج المشرفا من جديدنا أنت و Longets يقدمون شيء طيب نحن نبه المحتوى نحن نبه الكتب والروايات تطلع مننا لنا صحيح فيما يطلع الكتاب هذا وتطلع هذه الرواية من مانع يقرأها بدر يقرأها محمد يقرأها عبد الله ومريم شعور جميل أكيد فأشكرك مانع على وقتك أشكرك أنك أنت حضرت معنا في هذا اليوم طولنا عليك شوية خذنا من وقتك ما حسيتو الوقت أصلا الله يحفظك أنا استمتعت وقت والله وإذننا نكمل إن شاء الله وياك ولكن ما ننسوين لحلقات ثانية محمد يقشرناك ومحمد يقشر يكون وقت الوقت يا حاتف مشكور مانا أخي الله يحفظ وإذنكم تلاقينا على خير إن شاء الله شكرا اشتركوا في القناة